استعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الشين سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الشين الفراشة الجميلة أشرقت الشمس فاستيقظ الأولاد نشطين شاهد وسيم فراشة جميلة عند الشباك أخذ وسيم الشبكة ورقض وراء الفراشة ضحكت الفراشة وطارت عاليا فوق شجرة المشمش النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأملي لوحة التحدث لوحة حرف الشين وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من صور تحتوي في صوت اسمها على حرف الشين وتنتقل إلى قصة حرف الشين الشبل الصغير ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الشين الشبل الصغير وتأمل الصور المعروضة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد قصة الشبل الصغير بلغتك الخاصة ستقوم هنا عزيز المفكر بقراءة كلمات قصة الشبل الصغير والتركيز على الكلمات حيث تبحث عن حرف الشين وموقعه في الكلمات المعروضة أمامك بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيامة بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الشين وتمييز صوت حرف الشين اسم الحرف شين صوت الحر ش وأيضا عليك نطق حرف الشين مع المدود القصيرة الفتحة الضمة والكسرة ش ش ش ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الشين مع المدود الطويلة الألف الوا واليا ش ش ش شي وأيضا عليك أن تضع دائرة حول حرف الشين في كلمة شمال تضع دائرة حول حرف الشين في بداية الكلمة وهكذا أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقطع الصوتي ش و المقطع الصوتي د عندما نجمعهم سويا تصبح الكلمة ش وكذلك عليك تحليل الكلمة إلى مقاطعه الصوتية ككلمة راشد المقطع الأول ر الثاني ش والثالث دوب وأيضا عليك تهجئة وقراءة الكلمات والجمل المعروضة أمامك بسرعة وصوت واضح كلمة قروش وجملة شربا شادي شراب المشمش وهكذا وهنا عزيز المتواصل عليك مساعدة الشبل في الوصول إلى الشجرة وذلك من خلال إيجاب حرف الشين وذلك بتتبع النقاط لتجدع حرف الشين وآخر مهمة لك عزيز المهتم في درس حرف الشين هي مهمة مهارة الكتابة وهنا عزيز المتعلم في هذه الصفحة عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف الشين منفصلاً وفي بداية الكلمة وأيضاً كتابة حرف الشين مع المدود الطويلة شا شو شي وأيضاً عليك كتابة كلمة شكرة بالشكل والاتجاه الصحيحين هذا كل ما لدينا أحبة الصغار في درس حرف الشين لهذا الأسبوع أسعدتم عوقاتاً